كل الترحيب بأبناننا الأبطال بالعوائل الكريمة بسيد مدير المركز والسيدات أعضاء المركز وحقيقة هذا اليوم هو اليوم الأول في عام 2024 عندما نفتتح الدوام الرسمي باستقبال هذه الوجوه الحلوة والمتفوقة فإن شاء الله هذا يكون عام تفاؤل وخير وبركة نسأل الله أن يديم على شعبنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرفاهية والازدهار حقيقة فوز أبنائنا الأعزاء بالمراكز الأولى في مسابقة الحساب الدهني العالمية في الهند وفي عواصم أخرى يحصدون المراكز الأولى هذا بالتأكيد هو مبعث فخر واحتزاز أننا كعراقيين جميعا بهذا التفوق وهنا نهنأ العواهل الكريمة ونشكرهم على حسن التربية والتعب والسهر وهذا الجهد الذي أوصلنا إلى قطف الثبار في تبوء أبنائهم أبنائنا الأعزاء هذه المراكز في المسابقات العالمية والشكر الجزيل للمؤسسة هذه المؤسسة التي أخذت على عاتقها هذا العنوان في تنمية المواهب والمبدعين وخطت لنفسها هذا البردامج بجهود ذاتية في كشف المواهب في كشف المبدعين اللي هم إن شاء الله يكونون مستقبلا مبدعين وعلماء في مختلف المجالات أن تحتضنهم طيلة السنوات الماضية تقدم لهم هذا التدريب والرعاية والاهتمام والسقل هذه المواهب وتقدمها بهذا المنجز الذي يتحقق فهذا بالتأكيد جهد يستحق عليه الشكر والثناء منا كحكومة ويحتم علينا أيضا أن نوفر لكم كل أسباب الدعم والمساعدة لنجاح وديمومة هذا المركز الثروة الحقيقية هي في رأس المال البشري ثروتنا الحقيقية الحمد لله عندنا نفط وعندنا أنهار وعندنا مقاومات الزراعة والصناعة لكن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالثروة الموارد البشرية هذه العقليات المبدعة الموهوبة المتميزة هي الرصيد الحقيقي وهي الرهانة التي نحن كحكومة نراهن عليها في رسم مستقبل العرق والنهوض في كل المجالات هذا هو رصيدنا الحقيقي وهذا هو اللي يدفعنا نفتخر بهذه الوجوه الخيرة برغم ملاحظاتنا على أداء المدارس وما تحتاجه في عادة النظر بالمناهج التي تم عادة النظر فيها لكن تحتاج إلى المزيد من التحديث هذه المناهج المحتمدة من اليونسكو لكن اليوم نشهد حالة من التطور المتسارع نقول رغم أداء المدارس وملاحظاتنا لكنه قاعد تحتفن هذه المواهب وتساعد في تنميتها وقدمنا هذه النخبة من الأبطال في هذا التفوق والذكاء الخارق وإن شاء الله يدخلون مدارس المتميزين والموهوبين وصولا إلى التخصصات الجامعية ويكونون خير عون لبناء بلدهم بلدنا اللي كنا نحبه ونحتز به ونفتخر به بلدنا اللي يدفعكم أنه ترفعون العالم العراقي وهذه فد إشارة حقيقة تعبر عن مستوى عالي من الغيرة الوطنية اللي تعزز الهوية الوطنية اللي نحتز بها كنا نحن ما نقول أطفال تبعدكم روح شبابية لكن بهذه المستويات العمرية وتشوفه فرحان ويرفع العالم العراقي ويقفز هنا وهناك هذا هو الدائما اللي نقول عليه قوتنا بهذا الحس الوطني بهذا الشعور بهذا الاعتزاز بوطننا الحبيب العراق واجبنا لا يختصر فقط على الثناء والشكر والتكريم أبداً وإنما يستمر في الدعم واحتضان هذه المواهب ونحن نفتحين على كل المقترحات التي من شأنها تطور هذه البراكز وإديهم عملها بالشكل اللي نستثمر هذه الإمكانيات مثل ما ذكرت في النهوض بواقع البلد والذي يشهد ولله الحمد رؤية واضحة وخطط وبرامج وسياسات في كل المفاصل اللي نتمكنه من النهوض بواقع بلدنا بالشكل اللي نتأمله ونطمح له كلنا نريد بلدنا متطور في كل المجالات وهذا ممكن إن شاء الله وقابل للتحقيق بوجود الخيرين أمثالكم وكل التقدير للعوائل المركز وجهوده وبالتأكيد الشكر جزيل للأبطال الذين رفعوا اسم العراق عالياً في المسابقات العالمية ترجمة نانسي قنقر